لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام كما واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وأطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المزارعين أثناء عملهم في منطقة الصناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة وأزبروهم عنوى على مغادرة أراضيهم